جريا على عادتها بتكريم اللاعبين المنجزين للرياضة الكويتية في شتى الألعاب كرمت اللجنة الأولمبية الكويتية أبطال المنتخب الكويتي للمعاقين بعد عودتهم من دورة الألعاب البرأولمبية التي اختتمت في طوك اليابانية مبارك لأخوان الأبطال أخوي أحمد نقلم طيري ونخ فيصل سرور على نجازهم وما هي غريبة عليهم لسوء الحظ ما كنت معاهم في الأولمبيات البرأولمبية طوكيو كانوا مش شادين على إجراءات الصحية ولكن أنا أعودهم إن شاء الله إننا في باريس 2024 لهم كامل الدعم وإن شاء الله رح نكون معاهم وإي أهاليهم ورح نيب الجمهور إن شاء الله بياهم دعم اللجنة الأولمبية إن شاء الله للبطلات المخصصة في الأولمات البرأولمبية طبعا اللجنة الأولمبية دائما دائما حق الألعاب الأولمبية والبرأولمبية يعني ما حالفنا الحظ حسنا الجائحة ولكن باريس رح تشوفون عدد أكبر كلاعبين أولمبيين وبرالومبيين إن شاء الله وفرحونا ويستهلوا كل خير نتمنى لهم توفيق إن شاء الله وعلى الرغم من عدم إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية على المنتخب الكويتي للمعاقين إلا أن الشيخ أفهد ناصر صباح الأحمد أبى إلى أن يكرم اللاعبين الأبطال بعد رفعهم علم الكويت في المحفل الدولي باسمي ويسمي الوفد كويت رياض المعاقين ومشارك في دورة ألعاب الرغمية توكيو 2020 أشكر الشيخ أفهد الناصر على تكريمه للأبطال وتكريمه للوفد ونشكره دائما كان متواصل معنا بالسؤال والدعم اللي لا محدود فكل الشكر وتقدير وحمد الله لك الحال يعني لهم انتخب نالوا ميداليتين واثبتوا وجودهم بهذه البطولة ولا للحمد راضين أنتوا كنادي على النتاج الحقيقتهم نعم ولا للحمد هذا شيء إنجاز طيب يحسب لدولتنا الحبيبة وكذلك لنادي كويت رياض المعاقين وإن شاء الله نوعدكم بالقادم أفضل إن شاء الله ثنون أشادة من اللاعبين ببادرة اللجنة الأولمبية الكويتية بالتكريم اللائق لهم مؤكدنا أنه سيكون حافزا لهم لتحقيق المزيد من النجازات والبطولات والالقاب للرياضة الكويتية شيء أحب أشكر الشيخ فهد الناصر دائما هو متواجد ويانا ويتواصل ويانا وأول من بارك لنا بالتلفون ونحب نشكر على الدعم وعلى التكريم لنا وحضوره اليوم عندنا باللجنة الأولمبية كل الشكر له ويعطيها الفعافية مغريبة لهذه الثاني زيارة لللجنة الأولمبية استدعني أول مرة لرفع كان عالم الكويت داخل اللجنة الأولمبية وهذه الثاني حضور لي بتكريمنا لبطولة توكيو 2020 أحمد كنت ذهبي أو عن فضية؟ شاللي صار يعني؟ الحمد لله على كل حال ظروف ما سمحت لنا صار عندي عطل في بداية سباغ في الكرسي قبل الانطلاقة ما تداركت إلا بعد الانتهاء من السباغ بين عندي العطل الموجود والحمد لله على كل حال وهذه الرياضة يوم بفوز يوم خسارة أعتقد حتى الخسارة كان جزء من الثانية؟ الحمد لله يعني كانت فرق عشرة جزاء من الثانية قدر الله ما شافها ليه شيء ممكتوب مهما كان والحمد لله يعني فضية أحسن من الله شيء أول شيء الله يعطيكم العافية على استضافة الحلوة وما قصروا هنا باللجنة الأولمبية استقبلوا أن استقبال يعني طيب وما قصر الشيخ فهد الناصر يعني على تكريمة وما هي قريبة عليه طبعا وحتى أنا وقت ما خلص بطولتي دقي عليه على طول وقال لي لازم ما قد معاك ويعني أشوف شنو تيبيو هذا كله وما قصر صراحة خلنا نتكلم على المنافسات برونزية ليش موفضية أو ذهبية فيصل هي الحمد لله أول شيء هذه أول مشاركة لي فيعني حتى يعني ثاني بطولة لي مع نادي المعاقين فالحمد لله يعني أشكر رب العالمين أول شيء والشجعوني أهلي والكويت وطبعا هم الحمد لله فخر لنا أن الشيخ فهد ناصر يكرمنا وما أدريش أقول بس أنه الحمد لله الحمد لله أننا وصلنا هالمرحلة إن شاء الله طيب تكلميلي على المنافسات والسباغات شو كانت؟ كانت المنافسات قوية بس الله ما يعني يعني ما رزقنا بهل إلا المركز العاشر الحمد لله على كل حال وكان المنتخب الكويتي للمعاقين قد حقق مداليتين في دورة الألعاب البارا أولمبية عن طريق اللعب أحمد نقل المطيري الذي أحرز المدالة الفضية في مسابقة الكراسي المتحركة فيما حقق اللعب فيصل سرور المدالة البرونزية في مسابقة دفع الجلة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد كعادة يكرم أبطال الكويت المنجزين ويكرم أبطال المنتخب الكويتي للمعاقين بعد النتائج المميزة التي حققوها في دورة الألعاب البارا أولمبية أحمد العنزي لقناة اي تي في العدالة